تحياتي لكم مشاهدين أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج ثقافة ضيف حلقتنا لهذا اليوم الكاتب والروائي الجزائري المغربي أنور بن مالك الذي سيحدثنا عن رواياته الجديدة ابن شئول الصادرة عن دار النشر الفرنسية كلمان ليفي هذه الرواية التاريخية التي تبقينا في التشويق حتى آخر لحظة تحكي عن المحرقة اليهودية من خلال قصة كارل هذا الفتى الألماني اليهودي الذي يقع في الحب وهو في قطار الموت الذي يأخذه من ألمانيا إلى غرف الغاز في بولندا رواية تعود بنا إلى أصل الشر من خلال قصة حب وثلاثة أجيال وإبادتين أنور بن مالك أهلا بك معنا بداية أنت أول عربي يكتب عن المحرقة اليهودية من أين جاءت فكرة هذه الرواية ويعني بأي شرعية تكتب عن تاريخ لا علاقة لك به أنا أقول كان علاقة ونفهم كيف العلاقة هذه عندما أنا أرى إلى الوراع الكتب اللي كتبتهم أنا الاهتمام تعيه هو كان عندما الرواية تصف المواجهة بين الشخصيات العادية والتاريخ القاتل بدأت بالحاجات اللي نعرف من المليح هي التورة الجزائرية ومن بعد سرقت الديمقراطية من طرف الندم الجزائري وبعد ذلك الإرهاب الإسلامي ورحت إلى تاسمانيا حتى أستراليا وصلت تصف إبادة مثلا السكان الأصليين إلى خلاله وكننا نفكر على الكتب اللي كتبتهم أكتشف أنني في رأسي كان سؤال وهو السؤال اللي قدرنا نقوله كما قلت لي ما الذي كنت سأفعل إذا مثلا كنت في مكان هذا في مكان مثلا في يد الجيش الفرنسي وعضبت من طرف الجيش الفرنسي في الخمسينات أو من طرف الجيش الزائري في الثمانينات في وقت المظاهرة التع أكتوبر أو مثلا إذا كنت في قبضة إرهابيين هل تبحث دائما أن تكون محل الضحية؟ أنا في روايتي أتكلم عن ناس عاديين كما أنا كما أنت وإلى آخره واشي الصر عندما التاريخ يحكم فيك وهذه الأسئلة مثلا السؤال اللي ضغطت عليها من بعد ما الذي كنت سأفعل إذا كنت يهوديا في الربعينات في وقت الحرب العالمية الثانية وكنت في أيدي الجهاز النازي في طريق إلى غرف الغاز أو أبشع لأنه كان أبشع من غرف الغاز نكون عضو من ما كان يسمى الزندر كومودو هذو اليهود اللي كانوا متربين مشهورين للعمل عند النازين يشاركوا في قتل إخوانهم بعد هما يقتلوهم شهرين أو ثلاثة بعد أنت رفضت قتل كارل واخترت له أن يذهب إلى الشيول وهي كلمة بالعبرية تعني مرقد الموتة أو البرزخ ما كانش يهودي يعطيك تعريف تعريف واضح لكنها هي كلمة أكثر بالعبرية الشيول هو كما تقدر تقولي ما كان وين كان الأموات ولكن كل واحد عنده تعريف للشيول وتكلمت عن الشرعية أحبت أن نجاوبي إلى السؤال هذا ما الذي كنت إيدي إلى آخره كان عندي عقبة واحدة وهي شرعيتي باش نكتب على الموضوع هذا بما أن أنا من جزائر ونتمي إلى قرى الإفريقية التي ليس لها علاقة مباشرة لكنك وجدت أن تلقى الوصف لكنك وجدت أن تلقى الوصف ديتنا قراءة إلى آخره ولقيت هذه الشرعية بصدفة كنت أقرأ كتاب حول حياة إغمان جورينغ وهو رجل أساسي في النظام النازي وقرأت أن الوالده كان أول محافظ لما كان يسمى بجنوب الشرق الإفريقي الألماني وهي مستعمرة ألمانية مستعمرة ألمانية التي ستكون من بعد ناميبيا وفي إطار هذه القراءة اكتشفت أن الألمان في سنة 1905 ارتكبوا أول إبادة القرن العشرين وإبادة كما تعرفها الأمم المتحدة يعني قرار رسمي قرار رسمي من طرف الدولة ومن بعد هذا القرار يتنفذ 80% من شعب الهيريرو قتلوا من طرف الجيش الألماني و50% من طرف النامس أيضا وأنا وش استعجبت أنا ما كنت مع أمري ما سمعت عن إبادة الهيريرو وسألت ناس حولي واحد ما سمعت عن إبادة الهيريرو وستقول علي الغضب كيف ممكن أن تقتل أغلالية الشعب بدون أن تشتم عليه يعني هي إبادة ناجحة وكي تقرأي وألمانيا لم تعترف بهذه المذبحة أو المجزرة ألمانيا استعرفت استعرفت بهذه الإبادة إلا في شهر يوليو هذا العام بعد قرن هل أنت تقترح في هذا الكتاب وكأن المحرقة اليهودية بدأت فعلا في ناميبيا أنا أقول أن هذه المحرقة إبادة اليهود والتيغان والتيغان للشواء والسامي داغيبان السامي داغيبان هو شواء بدأت أقدرنا أن أقول أنها بدأت في ناميبيا لأن كثير من الناس اللي شاركوا في إبادة الهيريرو سيلقوا مكانهم في الجهاز النازي داكاتر اللي داروا تجارب مع السجناء الهيريرو بعد يصبحوا ينتمون إلى الجهاز النازي ألا تعتقد أنه هذه الإبادة التي نوعا ما منسية من التاريخ كانت تستحق فعلا كتاب لوحدها يعني هناك كتب كثيرة عن المحرقة وأفلام كثيرة عن المحرقة اليهودية لماذا اخترت قصة كار ولم تختر قصة أحد أفراد الهيريرو من ناميبيا للحديث عن قصته بشكل متكامل أنت أعطيت طبعا هذه الإبادة قدر كبير من هذا الكتاب لكن هناك خلط كبير إبادتين ثقيلتين في كتاب واحد هو أمر مرعب لأنني أردت أن أعطي التقل لإبادة الهيريرو بارتباطها مع الإبادة المعروفة هي لشوة لأن في بعض الأحيان الناس تعتبر أن إبادة شعب إفريقي ليس مهمة كثيرا وأعطيك البرهان مثلا عندما ألمانيا استعرفت بإبادة الهيريرو في جوليان هذا قليل من الجرائع تتكلموا عن هذه القضية أنا في رأيي أن كل الإبادات عندها متساوية عندما ارتبت بين إفريقيا وأوروبا يعني في رأيي أنا أقول أن كل الناس متساوية الكتاب مكتب للإفريقيين والأوروبيين نعني ما كانت المحرقة اليهودية عند الأوروبيين واضحة وما زلنا لم نتجاوزها هنا في أوروبا يعني هذه المسألة هل كانت وسيلة بالنسبة إليك أن تتحكي قصة المحرقة اليهودية لتقول قصة شعب لم تعرف قصته كنت أرد أيضا أن أتكلم عن المحرقة اليهودية كشخص من بلد عربي ومن القرى الإفريقية لأن هذه القضية في البلدان العربية متلاسقك الصراع الفلسطينية الإسرائيل يعني الحرب الشرق الأوسط غطات عليها يعني إحنا يعتبرونك ضد لشواء وأنا أريد أن نقول أن الحرب للشرق الأوسط ولشواء حاجة تفتح هذا أمر مفرغ منه أستاذ أنور يعني أن لا علاقة بالمحرقة اليهودية وما يحصل من صراع فلسطين إسرائيل لأنه ليس صراعا دينيا أنت اخترت شخصية شخصية كارل اليهودية أليس باعتقادك ككاتب عربي يعني عندنا قصص ومآسي كثيرة لابد من الحديث عنها أليم يكون يعني من الأفضل أن تحكي هذه القصة من وجهة نظر عربية أنت اخترت التماهي بشكل كامل مع شخصية كارل وكأنك يعني أنت عشته يعني وتقول عنه هذا أيضا في مقابلاتك وكأنك فعلا يعني أنت من أجدادك حرقوا في هذه المحرقة ألم يكن بالأجدر أن نستمع إلى هذه القصة من وجهة نظر عربية خالصة أي من شخصيات عربية خالصة كل كتاب كتبته نحط رحي في مكان الشخصيات تعالى الرواية مثلا كتبت عن إبادة السكان الأصليين لتاسمانيا وهناك عندما كتبت حسبت نفسي كساكن أصلي من أبوغيجان من تاسمانيا كتبت عن الفلسطينيين مثلا في كتاب يسمى المغلوب الفرنسية كتبت كم سي كما كنت فلسطيني كتبت عن مثلا عن الموريسك هذو كل المسلمين اللي طريدوا من إسبانيا يعني ما تقدرش تتكلمي عن الشخص إذا ما حطيتش رحك في نفسه لهذا أنا أقول أن الكاتب مهما كانت أصله عنده الحق أن يتكلم على أي موضوع من هو جمهور هذه الرواية الذي كنت أظن الجمهور الأساسي هو جزائري عربي فرنسي إفريقي أنا أنور بن مالك للأسف يطول الحديث عن هذا الكتاب وغيره من الكتب التي أصدرتها أشكرك جزيل الشكر وكل التوفيق لك ولي ابن شؤول إذن أذكر أنه صادر عن دار نشر كالمن ليفي وعند دار نشر قصبة في الجزائر شكرا جزيلا لك 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 معنا وشاهدين بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامج الثقافة انتظرونا غدا إلى اللقاء موسيقى شكرا جزيلا لك نشكرا جزيلا لك شكرا